إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيساً منتخباً للولايات المتحدة طرح عدة احتمالات بشأن ملامح سياسته الخارجية وتحديداً في العراق وإن كانت ستختلف عن سياسة الرئيس دونالد ترامب يتوقع خبراء أن يعتمد بايدن استراتيجية أمريكية تقليدية في ملفات الشرق الأوسط وقد تساهم علاقاته الشخصية مع بعض قادة العراق الحاليين الذين وصفوا بايدن بعد فوزه بأنه صديق وشريك في رسم المشهد الإقليمي مرة جديدة ولم يخفي الرئيس العراق برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاديمي تطلعات العراق إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد على أساس الاحترام المتبادل وتجاوز التحديات تحديات تبدو كبيرة إذ لا يمكن فصل سياسة واشنطن في العراق عن علاقة أمريكا بإيران وهنا يرى محللون أن بايدن ربما سيحاول العودة للاتفاق النووي الإيراني في حال التزام ظهران لكنه سيصطدم بمعارضيه في الكونغرس إذا قرر رفع العقوبات عن إيران وفيما يقول البعض إن ملفات الشرق الأوسط لن تكون بنفس حجم أولويات مكافحة كورونا وإصلاح العلاقة مع أوروبا واحتواء النفوذ الصيني وإنعاش الاقتصاد الأمريكي يعتبر أخرون أن الولايات المتحدة برئاسة بايدن لن تتعامل مع الملفين العراقي والإيراني من طرف واحد وإنما بالعودة إلى المؤسسات والتحالفات الدولية وقد يكون لتاريخ بايدن السياسي المتعلق بالعراق تأثير على سياسته فقد أيد الانسحاب من العراق لكنه صوت لصالح حرب العراق عام 2003 وفي عام 2006 دعا إلى إنشاء ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي للشيعة والسنة والأكراد